اشتركوا في القناة اهداف الدرس يتوقع من الطالب في نهاية هذا الدرس أن يكون قادرا على أولا أن يتلو الطالب الآيات الكريمة تلاوة سليمة ثانيا أن يفسر الطالب معاني الكلمات الواردة في الآيات ثالثا أن يستخرج الطالب أحكام النون الساكنة من الآيات أعزائي الطلاب في بداية هذا الدرس استمعوا جيدا إلى هذا النص الهام الذي سأقرأه عليكم وتأملوا في معاني كلماته لتستطيعوا الإجابة على السؤالين الذين يليانه يقول القرطبي في تفسيره فيعطي القارئ القراءة حقها من ترتيلها وتحسينها وتطيبها بالصوت الحسن ما أمكن من غير تلحين ولا تطريب مؤد إلى تغيير لفظ القرآن بزيادة أو نقصان فإن ذلك حرام السؤال ماذا فهمت من كلام القرطبي فكروا قليلا وفقكم الله وبارك بكم خلاصة كلام القرطبي أن يلتزم القارئ في تلاوة القرآن بأحكام التجويد التي وصلت إلينا بسند صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يقع في الحرام السؤال الثاني برأيك ما السبيل الصحيح لتحسين قراءة القرآن الكريم ربما تتعدد الإجابات على هذا السؤال لكني أعتقد أن التزام شيخ مقرئ والقراءة على يديه كما درج آباؤنا الأولون هو السبيل الصحيح لتحسين قراءة القرآن الكريم مع التنويه أنه لا بأس من الاستفادة من الأمور العصرية كالاستماع إلى كبار القراء في قنواتهم جمعا في ذلك بين القديم والحديث نبدأ بالهدف الأول من أهداف درسنا وهو أن يتلو الطالب الآيات الكريمة تلاوة سليمة بين يدي السورة دعوني ألقي بعض الإضاءات على سورة الشورى سورة الشورى مكية وعدد آياتها ثلاث وخمسون آية ركزت في مجمل آياتها على ضرورة الاجتماع وجمع الكلمة ووحدة الأمة وفي تسميتها بالشورى تنويه بمكانة الشورى في الإسلام وتعليم للمؤمنين أن يقيموا حياتهم على هذا المنهج الأمثل وهي تأتي في الترتيب الثاني والأربعين من بين سور القرآن الكريم وهي تعالج قضية العقيدة كسائر السور المكية ولكنها تركز بصفة خاصة على حقيقة الوحي والرسالة والآن استمع جيدا إلى قراءة الآيات الآتية من سورة الشورى لتتقن قراءتها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سينقاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب الهدف الثاني أن يفسر الطالب معاني الكلمات الواردة في الآيات تفسير معاني الكلمات يتفطرن أي تشققن من عظمة الرحمن وجلاله والفطر في اللغة العربية الشق يقال تفطر الشيء أي تشقق من فوقهن أي من فوق الأرضين من دونه أولياء أي آلهة يتولونها ويعبدونها الله حفيظ عليهم أي يحصي عليهم أعمالهم ليجازيهم بها يوم القيامة أم القرى هي مكة وسميت بذلك لأنها أشرف البلاد يوم الجمع هو يوم القيامة التقويم من أجل التعلم سوف أعرض لكم في هذا العمود الكلمات والتراكيب التي تعرفنا على معانيها قبل قليل وهي ستة وفي هذا العمود الثاني سوف أعرض لكم المعاني المناسبة لها والسؤال الآن صل بين الكلمة في العمود الأول وما يراضفه في العمود الثاني فكروا قليلا أظن أن أغلبكم توصل إلى الإجابة الصحيحة والنبدأ بالكلمة الأولى يتفطرن معناه يتشققن من عظمة الرحمن وجلاله من فوقهن أي من فوق الأرضين من دونه أولياء أي آلهة يتولونها ويعبدونها أم القرى هي مكة الله حفيظ عليهم أي يحصي عليهم أعمالهم ليجازيهم بها يوم الجمع هو يوم القيامة الهدف الثالث أن يستخرج الطالب أحكام النون الساكنة والتنوين من الآيات دعونا نراجع معا أحكام النون الساكنة والتنوين ونبدأ أولا بالإظهار الحلقي معلوم أن الإظهار هو إخراج الحرف من مخرجه من غير غنة في الحرف المظهر وللإظهار الحلقي ستة أحرف هي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء ومن الأمثلة على الإظهار الحلقي ينأون عذاب أليم وانحر من علق تلاحظون أننا لوننا النون الساكنة والتنوين والحرف الذي يليهما باللون الأحمر وذلك وذلك حتى يسل عليكم معرفة موضع الحكم وهكذا في الأحكام التي سوف تأتي تباعا الإضغام الإضغام هو التقاء حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني والإضغام له نوعان الأول الإضغام بغنة وله أربعة أحرف هي الياء والوا والميم والنون ومن الأمثلة عليه من يعمل عين يشرب من وال شيئا مذكورا أما الإضغام بلا غنة فله حرفان هما اللام والراء ومن الأمثلة عليه بظلام للعبيد ثمرة الرزق ومن لم من ربه نتابع أحكام النون الساكنة والتنوين وقد وصلنا إلى الإقلاب والإقلاب في التعريف هو قلب النون الساكنة أو التنوين إلى ميم مخفاة بغنة عند حرف واحد وهو الباء ومن الأمثلة على الإقلاب أنبأهم من بعد عليم بذات زوج بهيج أما الاخفاء فهو النطق بالحرف على حالة بين الإظهار والإضغام من غير تشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول ومن الأمثلة على الإقلاب أنزلت وأنتم نفس شيئا جهرة فأخذتكم تطبيق عملي قال الله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل استخرج من الآية السابقة أحكام الإظهار والإخفاء مع بيان سبب فكروا قليلا أحسنتم بارك الله بكم حفيظ عليهم الحكم إظهار والسبب مجيء حرف العين بعد التنوين من دونه الحكم إخفاء والسبب مجيء حرف الدالي بعد النون الساكنة أنت الحكم إخفاء والسبب مجيء حرف التائي بعد النون الساكنة التقويم من أجل التعلم اخترنا لكم في هذه الفقرة سؤالا من أسئلة الإختيار من متعدد والسؤال هو حكم النون الساكنة في قوله تعالى ولكن يدخل ألف إقلاب باء إظهار جيم إخفاء دال إدغام بغنة ما هو الخيار الصحيح؟ أحسنتم بارك الله بكم الإجابة الصحيحة هي إدغام بغنة في ختام درسنا لهذا اليوم دعونا نلخص أهم ما تناولناه في الدرس أولا قمنا بتلاوة الآيات من واحد إلى عشرة من سورة الشورى ثم تناولنا ثانيا معاني المفردات وأذكر منها يوم الجمع أي يوم القيامة من فوقهن أي من فوق الأرضين يتفطرن أي يتشققن من عظمة الرحمن وجلاله وأخيرا أم القرى وهي مكة ثالثا راجعنا معا أحكام النون الساكنة والتنوين وبدأناها بالإظهار وقلنا أن للإظهار ستة أحرف هي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء ثم راجعنا معا أحكام الإضغام وقلنا أن للإضغام نوعاني الأول الإضغام بغنة وله أربعة أحرف وهي الياء والواو والميم والنون والثاني الإضغام بلا غنة وله حرفان هما اللام والراء ثم راجعنا معا الإقلاب وقلنا أن للإقلاب حرفا واحدا وهو حرف الباء وختمناها بأحكام الإخفاء وقلنا أن للإخفاء خمسة عشر حرفا وهي الأحرف الباقية شكرا لحسن استماعكم وإصغائكم وأدعوكم لمتابعة الجزء الثاني من الدرس حتى ذلك الوقت دمتم في رعاية الله وحفظه